قصة الدين العظيم قصة أعظم دين بعث للبشرية منذ بداية الخلق الإسلام يرويها لكم محمد درويش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من قصة الدين العظيم هذه هي الحلقة الثالثة بعنوان حياة آدم عليه السلام على الأرض تحدثنا في الحلقة السابقة عن جحود إبليس لعنه الله وعدم سجوده لآدم عليه السلام وكيف قام بالوسوسة لسيدنا آدم انتقاما منه لأن الله كرمه وأن آدم عليه السلام استمع لكلام إبليس بعد أن نسي للحظة أن الله قد حرم عليه الأكل من شجرة ما في الجنة وأن الله طرد سيدنا آدم من الجنة كان عقوبة له وهذا هو الظاهر كما تحدثنا إنما هي غاية الله التي أخبر بها ملائكته من قبل حين قال إني جاعل في الأرض خليفة واليوم نكمل فعندما نزل سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض لم يكن بها أي أقوام ليخبرهم ما حصل معه ولا يذكر لنا المولى عز وجل في كتابه الكريم الكثير عن حياة آدم عليه السلام في الأرض لكن القرآن الكريم يروي قصة ابنين من أبناء آدم هما هابيل وقابيل حين وقعت أول جريمة قتل في الأرض وكانت قصتهما كالتالي لم يكن أقوام في الأرض كما قلنا هكذا كانت سابقا طبعا اليوم هذا أمر غير جائز ويقال بأن قابيل كان يريد زوجة هابيل لنفسه فأمرهما آدم أن يقدما قربانا فقدم كل واحد منهما قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل فقال الله تعالى في سورة المائدة وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاصِطٍ يَدْيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّا الْعَالَمِينَ لاحظوا يا أصدقائي كيف ينقل إلينا الله تعالى كلمات القتيل الشهيد ويتجاهل تماما كلمات القاتل عاد القاتل يرفع يده مهددا فقال القتيل بهدوء ما ورد في القرآن الكريم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين انتهى الحوار بينهما وانصرف الشرير وترك الطيبة ولكن تركه مؤقتا كان الأخ الطيب في يوم من الأيام نائما وسط غابة مشجرة فقام إليه أخوه قبيل فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا أخبرنا لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه كان أول من سن القتل جلس القاتل أمام شقيقه الملقى على الأرض كان هذا الأخ القتيل أول إنسان يموت ولم يكن دفن الموت آنذاك شيئا قد عرف بعد فحمل الأخ جثة شقيقه وراح يمشي بها ثم رأى القاتل غرابا حيا بجانب جثة غراب ميت وضع الغراب الحي الغراب الميت على الأرض وساوى أجنحته إلى جواره وبدأ يحفر الأرض بمنقاره ووضعه برفق في القبر وعاد يهيل عليه التراب وبعدها طار في الجو وهو يصرخ هنا اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم ولكن يا أصدقائي كما تعلمون لا ينفع الندم اكتشف أنه وهو الأسوأ والأضعف قد قتل الأقوى والأفضل نقص أبناء آدم واحدا وكسب الشيطان الآخر واهتز جسد القاتل ببكاء عنيف ثم أنشب أظافره في الأرض يحفر قبر شقيقه قال آدم عليه السلام حين عرف القصة هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وحزن حزنا شديدا على خسارته في ولديه فقد مات أحدهما وكسب الشيطان الثاني صلى آدم على ابنه وعاد إلى حياته في الأرض إنسانا يعمل ويشقى ليصنع خبزه ونبيا يعظ أبناءه وأحفاده ويحدثهم عن الله تعالى ويدعوهم إليه ويحكي لهم عن إبليس ويحذرهم منه ويروي لهم قصته هو نفسه معه ويقص لهم يا أصدقاء قصته مع ابنه الذي دفعه لقتل شقيقه كبر آدم عليه السلام ومرت سنوات وسنوات وعن فراش موته يروي لنا لاحقا أبي بن كعب فقال إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أي بني؟ إني أشتهي من ثمار الجنة قال فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساح والمكاتل فقال لهم يا بني آدم ما كنتم تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تطلبون قالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد قضى أبوكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم فقال إليك عني فإني إنما أتيت من قبلك فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل فقبضوه يا أصدقائي وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم وفي موته يروي الترمذي نقلا عن عدد من الصحابة في السند إلى أبي هريرة حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من ذريتك في آخر الأمم يقال له داود قال فزده من عمري أربعين سنة قال إذا تكتب وتختم لا تبدل قال فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبقى من عمري أربعون سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحد فجحد الذريته ونسي آدم فنسي الذريته وخطئ آدم فخطئ الذريته ويقال فيما ورد أن نبي الله آدم عليه السلام عندما توفته الملائكة كان عمره ألف عام ومن بعده توالى الأنبياء والرسل بعثة من الله تعالى ترتيبهم وبعثهم حسب ما ورد في القرآن الكريم وفي كتب التاريخ والسير لم يكن بالترتيب العشوائي وإنما هذا الترتيب كان أمرا ربانيا يا أصدقائي فيه من الحكمة ما نجهل نحن وما يعلم الله تعالى وحده فكل نبي بعثه الله تعالى لديه مهمة معينة ومهمة كل نبي تال هي مكملة لمهمة النبي الذي من قبله وهذا إذا تذكرون ما قلنا في الحلقة الأولى قلنا أن الله تعالى لم ينزل أكثر من دين رغم وجود اختلاف في أسماء الديانات والكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن ولكن الأحكام التي ينزلها الله تعالى في هذه الكتب السماوية هي دين الله تعالى وهو الإسلام وأيضا كما قلنا في الحلقة الأولى واستدللنا بالقرآن العظيم في قول ذي الجلال والإكرام إن الدين عند الله الإسلام فمثلا سيدنا موسى عليه السلام كان كتابه السماوي هو التوراة وكتابه هذا كان فيه من الأحكام القاسية فجاء من بعضه سيدنا عيسى وليس بالضرورة طبعا أن يكون بعده مباشرة جاء ليخفف هذه الأحكام ولكن لم يأتي بشريعة جديدة إذن التوراة أحكام بلا روح أو سلوكيات وأما السلوكيات فكانت في الإنجيل مع سيدنا عيسى سلوكيات بدون قانون لأن القانون موجود أين عند سيدنا موسى في التوراة هنا تتكامل التوراة والإنجيل إحداهم القوانين والأخرى هي السلوكيات ولكن الذي حصل أن اليهود أتباع سيدنا موسى خاضوا في سيدنا عيسى وأمه فكفر النصارى أتباع سيدنا عيسى باليهود وهنا افترقت التوراة والإنجيل ولم تعودا متكاملتين فمباشرة أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلم الشمل ويعيد الناس إلى حقيقة التوحيد خمسة وعشرون نبيا ذكروا في القرآن الكريم يا أصدقائي بالطبع لن نستطيع ذكر تفاصيل حياتهم جميعا وإنما سنذكر تفاصيلا عن أكثر الأنبياء الذين في حياتهم تفاصيل يمكن المرور عليها وهم من وردوا في القرآن الكريم وبالطبع سنذكر بشكل أكثر قصة سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وإسماعيل وكذلك قصة سيدنا يوسف وسيدنا عيسى وموسى وسيدنا داود من قبلهم سيدنا داود وسليمان وسيدنا محمد وما بعد ذلك سنمر عليها في الأيام القادمة وفي الحلقات القادمة بذكر بعض التفاصيل التي وردت في القرآن الكريم من بعد سيدنا آدم أرسل الله سيدنا إدريس وعاش ما يقارب ثمانمائة وخمسة وستين سنة حسب ما ورد ومن بعده شيخ المرسلين نوح عليه صلاة ربي والسلام في الحلقة القادمة سنذكر بعض التفاصيل عن قصة سيدنا نوح ودعوته للإسلام وكذلك بعض الأنبياء الآخرين أصدقائي مع نهاية الحلقة الثالثة أرجو أن تخبروني في التعليقات عن آرائكم ونقدكم لهذه الحلقات هل هي ممتعة أم تشعرون بالملل أم نجعل الحلقات أقصر أو ما إلى ذلك فليظهر العمل بأفضل جودة ممكنة يجب أن نستمع للنقد ممن حولنا وأتمنى أن تكون هذه القصة من الأمور التي تزيد معرفتكم عن الدين الإسلامي كما تزيد من معرفتي من خلال البحث وتجميع المعلومات لا تنسوا أن تنشروا الفيديو عند أصدقائكم وأن تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد ولتصلكم الحلقات أولا بأول وأذكركم أنه يمكنكم متابعة الحلقات الساعة السادسة مساء بتوقيت شرقي أمريكا عبر أثير إذاعة لمى FM لمى FM.com slash live وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة هذا محمد درويش يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر